وصحيفة الشرق الأوسط تقول أيضاً بريطانيا تخزين الذخيرة بشكل غير آمن يتسبب في مخاطر كثيرة للقوات الروسية ذكر تقرير استخباراتي بريطاني أن تخزين الذخيرة بشكل غير آمن يتسبب في مخاطر للقوات الروسية في إشارة إلى الهجوم الأوكراني على مركز عسكري روسي في منطقة دونيتسك الذي لقي فيه تسع وثمانين جندياً حتفهم ليلة رأس السنة أقل التقرير البريطاني أنه بالنظر إلى حجم الضرر فمن الواقع أن نفترض أنه تم تخزين الذخيرة بالقرب من المركز مما يمكن أن يكون قد تسبب أيضاً في المزيد من الانفجارات خلال القصف وذكر التقرير البريطاني أنه حتى قبل حرب أوكرانيا كان الجيش الروسي معروفاً بتخزين ذخيرته بشكل غير آمن ومع ذلك فإن الحادث أيضاً يظهر كيف أن الممارسات غير المهنية تسهم في ارتفاع عدد الضحايا ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير شباط الماضي تنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات استخباراتية يومية حول مسار الحرب لمواجهة الرواية الروسية لكن موسكو تتهم لندن بشن حملة للتضليل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة